وقعهم في يوميات الحرمان والجوع فكيف بمستقبلهم حلموا كغيرهم من الأطفال أن يقضوا صباحاتهم على مقاعد الدراسة فإذا بالحرب تحول هذا الحلم إلى كابوس يقضى يعيشونه على رصيف التشرد من اليمن السعيد تأتي هذه الصور لتشرخ معاناة أطفال دون سن العاشرة حرموا من التعليم وأجبروا على العمل الشاق على أجسادهم الغضة ونفوسهم البريئة كفاح من أجل البقاء على قيد الحياة لا أكثر كلف العائلات اليمنية ما لا تطيقه والله نحن قلنا من الضباب لنا خمسة شهور هربنا من الحرب أنا معي العيالي خمسة قهال نطلب لنا هنا بالمعلى وهذا الخبير قابلنا هذه الدشمة نرقد بين ليلة الليل وأنه نبكر نطلب الله على نفسنا وهنا ما ندرسوش ما حاشق بله لكن بالبلاد بالشمال كانوا يطلبوا يدرسوا الآن يطلبوا له هناك من المطاعم سور ونا ونا يواحي عمره سبع سنين وواحي ثمان وواحي سيت والبنات عمرهين من ثمان سنين من منا لا يحب المدرسة هكذا يقول الطفل أحمد مهيوب لكن ماذا تفعل إذا أصبحت رب أسره فيها أب عاجز وأطفال ما زالوا غير قادرين على نطق الكلمات عليك أن تعمل كي لا تموت جوعا ليس الفقر وحده عائق تعليم الأطفال في اليمن فمن أسعفه الحظ بأب ميسور الحال يعق تعلمه ترد القطاع التربوي منظمة اليونسيف تؤكد أن أكثر من 2500 مدرسة في اليمن خارجة عن الخدمة بسبب الحرب كما أن نصف المعلمين لا يتقاضون رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية أما المدارس التي بقيت قائمة على جدرانها فتنقصها اللوازم المدرسية ويصبح تعليم الأطفال فيها على هذه الشاكلة حرب مستعرة تسببت بتجهيل كثير من الأطفال لكنها علمتهم درسا لن ينسوه أبدا حيثما وجدت أصابع إيران حل الجحيم والخراب